السلام عليكم. اه انترافيو دوز ان دونز. ايه دوز ان دونز? ده معناها اه what should i do and what should i? او what shouldn't i do? يعني هي دو هنا رمز لدو ذات. ودونز هنا رمز لدونت دو ذات. يعني اعمل ايه ومعملش ايه في انترافيو. لو عندي انترافيو. what is the دوز? يعني ايه اللي مفهود اعمله في الانترافيو? دي حاجات كلها هتاخد حاجة اسمها دو. يعني اعملها في الانترافيو. do make sure that your hands are attractive. this means spotlessly cleaning with trimmed nails. اليد لازم تكون مفيش دوافر تكون متقلمة بشكل كويس جدا ومفيش اي شكل مش لازيز فيها. يعني ده يعطي رمز لي الكلانات او النظفة. do make sure your hair is in place and conservative. يكون الشعر في مكان وشكل محافظ يعني مايبقاش فيه تسريحة غريبة او يكون منكوش. do pay attention to your scent. رحتك تكون معقولة. women with powerful perfumes and the men with intense Collins can destroy interviews. يعني الperfumes او الروائح النفاذة سواء للراجل او الست ممكن تدمر الانترافيو. moderation is recommended. ولكن الاعتدال مطلوب. يعني اكيد وراحتنا كويسة ولكن مش بالشكل للنفاذ. do go to the restroom before you visit the employment lobby. تروح الاول restroom كده قبل ما تروح المكان اللي هتقدم فيه. restroom هنا يعني مكان يكون زي الحمام يعني. it's embarrassing to interrupt an interview and you want to be as comfortable as possible. ما منفعش تحس بتا في نص الانترافيو مثلا. وتقطعه علشان انت محتاج انك تروح الحمام مثلا. do get a good night's sleep before each day that you search for employment. لازم تكون نايم كويس قبل اليوم اللي انت رايح تقدم فيه. if you yawn in the lobby or smoother yawn during the interview it will cost you. مش ممكن ابدا مينفعش تتاوب ولا حتى تكتمها. be rested and at your alert best. لازم تكون مرتاح وهاتي. do look the interviewer in the eye. لازم ابوص في العين اللي بيعملي المقابلة. recruiters place a lot of emphasis on eye contact. ده بيعتمد كتير جدا حاجة اسمها ال eye contact او التواصل البصري او التواصل بالعين ده شيء مهم جدا وبيأكد على حاجات كتير جدا لصاحب العمل. do try to sparkle. use gestures in your conversation. لازم تستخدم اماءات كده يعني اللي هي بنسميها body language في ال conversation بتاعتك. make sure they are smooth and emphatic. بس اتأكد انهم حاجات مرينا كده هادية ومؤكدة. do smile وبتسم. do make sure you get the interview's name right and use it a few times in the interview. تتأكد انك معك الاسم بتاع الانترافيو كائز قوي. وكمان تحاول تتدرب عليه كتير قبل معي الانترافيو نفسه. do have some money with you. خلي معك فلوس احتياطي. you never want to be in the impressing position of having to say i don't have any money with me. اكيد حقيقة موقف محرك جدا انك هتقول مش معي فلوس. the employer will almost always pay any expenses for something the company asks you to do. هو كده كده طبعا صاحب العمل او الشركة هي اللي بتتكلف اي حاجة ليها علاقة بالكامباني او شغلها. ولكن دي احتياطات. do take notes if you will. لو هنعمل notes. ندون ملاحظات. write down some questions before you go into the interview. ممكن تكتب بعض الاسئلة كملاحظات قبل الانترافيو نفسه. do let the interviewer sets the pace of the interview. لازم تخلي الانترافيو او صاحب العمل او اللي بيعقد المقابلة الشخصية هو اللي يدير الانترافيو. let him or hear lead with the questions. مش انا اللي حفرت الانترافيو ولا انا اللي حفرت لتكلم. do let the interviewer decide when the interview is over. وهو اللي حدد كمان امتى الانترافيو انتهى. do ask the interviewer when you will hear from him or hear again. if he or she doesn't offer the information. وممكن اسأل الانترافيو بعد ما خلص ان يعني امتى حسمع منهم اخبار بالموافقة يعني طيب في اي معنوات تانية ممكن اعرفها كده يعني. ده بالنسبة لي do's او اللي مفروض اعمله في الانترافيو. طيب في حاجات don't do that. حاجات ما عملهاش حنسميها don'ts. ايه اللي مفروض ما عملهاش في اي انترافيو. don't be late. in fact plan to be early for any schedule of the interview. if you are late or arrive just in the neck of time. the interviewer will start to wonder how prompt you might be after you start to work. متتأخرش طبعا وإلا حتصير تساؤل مهم جدا لصاحب العمل. طبعا انت متأخر في معادة الانترافيو. ما لحتعمل ايه لما تتعين. don't wear your outer clothes into an interview. ما تلبسش ال outer clothes لها الشاكت مثلا. او البلطو في الانترافيو. take any kind of overcoat off. اي حاجة بنعتبارها انها overcoat يعني انا لابسها عشان الجو بارد او عشان الشتاء. فدي انا لابسها عشان الشارع. لكن لازم اقلعها بره. take rubber boots off and leave them in the employment lobby. طبعا ال rubber boots والحاجات دي بستخدمة في الشتاء في الدول الاوروبية يمكن في امريكا اكتر. احنا مش عندنا قوي في مصر يعني الموضوع ده. ولكن اذا يعني انا كنت بلبس حاجة فوق هدومي على شان المطر فده لازم اكون قلعته قبل ما ادخل في الانترافيو. wearing those to an interview gives an impression you are anxious and want to leave. لانك لو دخلت بهم فده بيدي انتبوع انك متوتر وانك عايز تمشي. يعني انت لابس كل حاجة وجهز المشي يعني. غير لما تكون قلعت بال اوركوت وكده فانت يعني مسترخي وقعد بقى. don't sit down until you are asked. لما تخش مش تقعد على طول لازم يتطلب منك انك تقعد. لازم يتفضل اقعد. don't worry about this. the literature won't make you stand but if you move quickly to your chair and sit down you will appear forward. يعني حتبان متهور سعيد. هو كده كده هيقول لك تفضل قط فاستن شوية. ما تدخلش على كرسي على طول. don't have حالة حلوة منبناية منبناية منبناعية اصطريحة دقيية اصطريحة دقيية اصطريحة مستحيل. don't lean on or put your abs on the interview desk. ما ينفعش اصند كوي كده على مكتب اللي بيعمل الانترافيو. لا. لا. ما ينفع. set back in your chair. لازم ظهرك كده في الكرسي وراء. so the interviewer can see more of you. حتى كده الانترافيو يقدر يشوفك بشكل افضل. set back. don't wear tented glasses into an interview and if don't wear your eyeglasses all the time don't park them on top of your head. take them off and put them in your purse or pocket. لو فينا الدارة هي already. مش نضارة اساسية. ومش نضارة نظر. ومش نضارة من اللي انت بتلبسهم طول الوقت. يبقى تشيلها. ما تحطاش. ما تعلقهاش في راسك من فوق. لا تلعها خالص. وتحطها في شانتتك او في جيبك. don't carry an oversized handbag even if it's fashionable. ما تتبق. ما تاخدش او ما تشيلش اي شانتة. وطبعا تخصوصها بالنسبة للبنات. شانتة ضخمة. oversize the handbag. حتى لو هي مودة. carry a bag that is smaller and more manageable. شانتة زيارة كده وسهل لاني اتحرق بيها. put it on the floor during the interview. لما اتخذت احت الانترويو. هحط الشانتة دي جنبي على الارض. never place it on the interviewer desk. او هتحطها على المكتب بتاع الانترويو. don't have unusual long finger nails. بالنسبة للبنات اللي بتحط manicures. ما ينفعش تحط اي الوان او تطويل للبوافر بتاعتهم. this apply to men as well as women. سواء بقى بالنسبة للرجال او ستاني فيش حاجة يعني ما حدش. يعني انا قلت في الدو اني احافظ على نظافتهم وما اضيفش ليهم اي حاجة. لا تطويل ولا تلوين. don't show your nervousness by drumming your fingers. الناس اللي تطط اطر اصابحة ده تديل على التوتر والقلق. سواءing your leg او تطط هز في رجل او cracking your knuckles. don't have any loose change in your bucket. most of us tend to jangle it when we are nervous. وتحطش اي حاجة بقى تشخشخ كده ولا بتاع. لان كل ده انت هتعمله. وقت ما تكون متوتر هتحط تهز الحاجة اللي بتشخشخ في جيبك او تعط تلعب فيها. you really shouldn't have your hands in your pockets in the first place. هو اصلا اصلا ما ينفعش تحط ايدك في جيبك اثناء الانترفي. don't keep adjusting your clothes. تعدش تقول شوية تعدل في هدومك. don't faddle with your hair. تعدش تقول شوية تعدل في شعرك. don't compare the director of us with others that you have seen. مينفعش اقارن مكتب المدير او مكتب الموظف اللي هو صاحب العمل بالمكاتب اللي انت شفتها مثلا قبل كده. the director might decide that you have seen the inside of too many employment offices including his or hers. يعني دي مش هتكون حاجة مريحة يعني ان يحس انك انت بتقارن ده او انك دخلت مكاتب كثير قبل كده. don't pick up anything from the director's desk unless you are invited to do so. مينفعش تاخد اي حاجة من المكتب الا لو يعني لك اتفضل تعمل ده. لألم ولا غيره. don't listen to any phone calls the director may receive while you are with him or here. والد ان هو يجيله تليفون فلو رد مستحيل اسمع له وبيقوله مركزش معاه. it's hard not to listen. اكيد صعب اني ما اسمعش. but do your best to tune it out. حاول تكون مش ملكز. after such a phone call don't comment on something he or she said or ask a question about the conversation. واوع بعد ما يخلص المكلمة انك متقومش توقف. keep your chair and don't say anything to the visitor unless you are spoken to first. ولا تكلم اللي داخل ده الا اذا هو كلمك. if the director تحديدك لك الناس الذين قدروا. ولو المدير مثلا عرفك على الشخص اللي داخل ده. then you may stand. في الحالة دي بس ممكن تقوم توقف. don't سير 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 كتير لو هو راجل. ولا تفضل تقوله مام 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 مام. لو هي سيد. respect is mandatory. اكيد الاحترام ضروري. مش بس ضروري. هو الزامي. but don't go overboard. بس ما تبلغش يعني. الفكرة في عدم البلغة. طيب احنا لسه بنكمل. don't كمان. don't eat. don't overuse the interviews name. ولو انت عارف اسمه برضو متعدش تستخدم اسمه كتير. too much of that is annoying. حاجة داي. don't be a comedian. متوقعش كوميدي اوي يعني. okay. weiser. weiser cracks. okay. weiser cracks. and laughter can come later. هي زور بقى وديح كتاب عادين. be pleasured. وتخليك اه باشووش مثلا الدزيز كده. but remember that the interviewing process is formal. لاتو ما ننساش ان عملية الانترويو نفسها هي عملية بسمية. and serious. and overly lightened approach will cause the interviewer to question the seriousness of your purpose. الآن لو حس الموضوع مش جد فالمدير ده او الانترويو سيبدأ يسأل نفسه يعني عن مدى جديد هدفك في التقدم للوظيفة. don't give one or two word answers. ما ننفعش يجاوب بكلمة واثنين. the lecture is trying to get to know you. هو بيحاول ان يعرفك في الانترويو سيقالك سؤال. مش عشان تقوله او 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 تقوله حصل. ما ننفعش. talk to him or her if you go into a shell you probably won't be hired. لو انت استخبيت كده وجوبت على ادل سؤال مش هتتعين غالبا. don't dominate the conversation. ما تسيطرش انت على المحادثة. answer the questions slowly. oh okay. but don't drown on forever. او جاوب بدقة تمام استفيد بجابتك ولكن مش انت اللي تسيطر على المحادثة. don't interrupt help your image. don't use a lot of slang. slangs دي اللي هي عامن هذه الideans اللي هي يعني زي الexpressions اللي بتكون مش formal اصلا. زي اللي بالعربي كده زي اللي بتقوله يعني فكك وزحلى وحكات كده دي اسمه slangs. دي مش form speaking. ما ينفعش ناس تخدمها في interview. don't gash. you can be pleasant without being therby. don't say you know all the times. it's you know annoying. ما تقولش تبال تقوله اه ما انت عارف. you know you know you know. لا دي حاجة بداية. don't call the interviewer by his or her first name. او عطنا دي باسمه الاول ابدا. ودي طبعا بالزات في برضو الدول الاوربية في امريكا. ما ينفعش بس له اسمه جون سماس. ما ينفعش عطا اقوله يا جون 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 مسلا. او حتى مستر جون. unless invited to do so. اللي بقى اذا هو قالك اعمل ده. don't sleep into a speech making or preaching tune of voice. you are not on the senator floor. you are in a conversation. يعني ما تستعرضش بصوتك اوي كده وتعيش الدور وكأنك في محكمة ولا في مجلس الشعب مثلا. لا انت بتعمل conversation. don't mumble. don't mumble. ما تقولش تعمل mumbling كتير. don't chatter while the interviewer is reviewing your resume. resume اللي هي زي cv صغيرة بتاعتك. let him or her read in peace. يابو يقراها براحتو خالص. don't interpret items on your resume or cv until you are asked. ما تقولش تفسرلو اللي مكتوب في cv بتاعتك. الا لو هو سألك. your resume should be self-explanatory. واصلاً cv بتاعتك مفدتك إذا كنت تفاصيلها. if additional details are needed the interviewer will ask for them. لا في تفاصيلها وحيزها حيطلوبها مدنك. don't try to overpower the rector with bragging or overstatement. he or she will not respond well. and he or she probably sculled in recognizing distractions of background and experience. يعني لم يفعش تحاول انك انت اللي تستعرض قوتك على المدير او اللي بيعملك interview بسؤال او بتعليق. هو اكيد يعني لما انه بيعملك interview فا اكيد هو حد experience وعنده background كويسة. don't lie about anything. هتحاولش تجذب ابدا في اي حاجة. sometimes candidates lie about their salary. المتقدمين غالبا بيجذبوا في موضوع مرتباتهم. ريكتورز اوفن اسك فور بروف. خذ بالك ان لو انت قلت حاجة هو دايما هيسألك عن اثبات. such as a w2 form. ده اسم استمرة كده بتثبت المرتب في اوروبا وامريكا بردو. don't criticize your present or past employer too much. من فاشة انتقد مديرك الحالي او الصوابك كتير. it's a bad situation. ده موقف وحش قوي انك تقول اصلي مدير الشركة اللي فاتت كان وكان. you can mention it but don't harp on it. ممكن تشير الى ان كان في مشكلة ولكن يعني مش لازم تفاصيل. be objective instead of complaining or bad mouthing. يعني خليك موضوعي بدلا ما تعد تشتكي او تقول كلام ملوش لازمة. don't get angry or even irritated during the interview. ما تحاولش يبقى عندك غضب او توتر. you can be firm not angry. يعني ممكن تكون حاسم صارم اه بس مش غضبان. if you if the questioning becomes improper or begins to sleep into irrelevant areas. يعني ممكن سؤال محرك سؤال ملوش علاقة بالشغل. سؤال شخصي. اوكي انت ممكن تكون حاسم فدى او صارم فدى ولكن مش angry يعني. don't get angry or even irritated during the interview. don't look at your watch during the interview. او عد بص في ساعتك. او اعطي الموبايل لك لان الموبايل دلوقتي زي السيعة. the stance. وطبعا لو بكلمة تبقى اسوأ. the stance to hear things alone. طبعا ده معنى انك كدب تقول له خلص. will i get the job. يعني خلصني بعد حديدين غظيفة ولا لأ. can i have the job. those questions tend to push the recruiter and he or she will not like that. يعني ما ينفعش لا توضحوا ده ولا تسألوا ده. rather say دك ممكن تقول ايه. i hope you can consider me as a candidate for the job. يعني اعتمد انا اكون احد المرشحين للوظيفة دي. i'm really interested in the job. انا فعلا مهتم بروزيف دي. انا متحمس لها. انا متطلع لها. don't talk about the salary until later in the hiring process. الموضوع بتاع المرتب ما بنتكلمش فيه الانترافيو. بنتكلم فيه بعدين فيه اجراءات التعيين. or until the director brings it up. او لو هو فتح الموضوع. دي كده زي ما احنا شفنا عبارة عن interviews. those يعني do that and don'ts. يعني don't do that. do these points in the interview. and don't do these points in any interviews. don't forget. as a study. سواء احنا ما ياخد ده دلوقتي كدروصة. او بنقده علشان حد بيعمل interview بجد. بيبقى نحاول ان احنا نلتزم جدا بايه اللي احنا نعمله في الانترافيو. وايه اللي احنا بنعملهوش. طيب بالنسبة كدروصة بقى. احنا هل ملزمين نعرف كل ده? طبعا ده كتير جدا. احنا كده عايزين نبص عليهم بصة. هي حتى من غير ما نقراهم من كلمة نذكرهم من كلمة نحفظهم. فهم مشهور معروف. ايه اللي المفروض يتعمل. بس في حاجات يمكن تكون زغيرة. حاجات سانوية. حاجات مش واضحة بالنسبة لنا. حاجات ما كاناش نتخيل انها تفرق. فهنا احنا وضحنا في ده كمانت ده. ايه اللي لازم ما نعملهوش في الانترافيو. وايه اللي اللي لازم نعمله في الانترافيو علشان نحصل على الوظيفة. وده الهدف. لكن لو مش فارق معايا بقى مش هتفرق برضو. وتعمل ايه وتعمل شيء. اتمنى يكون انه وضوها مفيد وسهل. شكرا جدا لكم دكتور شرفان. شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا.